الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف الرابع اليوم أنا وياكم يامس راح نحل أسئل الدرس المحافظة على الموارد في وطني صفحة 39 مشان هيك يا رابع أحضر لي قلمك وأحضر دفترك وافتح لي دفترك وأكتب اليوم والتاريخ والعنوان وخلينا نبلش نحل الأسئلة مع بعض بخط واضح ومرتب تمام يا رابع بخط واضح ومرتب ولازم يكون على سطر الخط يلا نبلش بالسؤال الأول ما المقصود بالتدوير؟ ما المقصود بالتدوير؟ مين الشطور يحكي اللي ما المقصود بالتدوير؟ أخذناه بالدرس التدوير تحويل النفايات إلى مواد جديدة مفيدة وذلك بفرزها وإعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى تحويل النفايات إلى مواد جديدة مفيدة وذلك بفرزها وإعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى السؤال الثاني كيف يمكن الحفاظ على الموارد الطبيعية؟ كيف أنا بقدر أحافظ على الموارد الطبيعية؟ واحد ترشيد الاستهلاك ترشيد الاستهلاك كيف يعني؟ يعني إني أقلل من استخدام الموارد الطبيعية اثنين إعادة الاستخدام إنه شيء مستخدم من الموارد أرجع أستخدمه مرة ثانية ثلاث التدوير التدوير ينحيدهم مرة ثانية ترشيد الاستهلاك إعادة الاستخدام إعادة الاستخدام والتدوير السؤال الثالث اقترح طرائق لإعادة استخدام الموارد اقترح طرائق لإعادة استخدام الموارد هلأ هذا السؤال بتقدر أنت تجاوبه زي ما بدك بس أنا اعتمدت إجابة الكتاب أفضل 1- إعادة استخدام المياه إعادة استخدام المياه في ري حديقة المنزل أو المدرسة إعادة استخدام المياه في ري حديقة المنزل أو المدرسة 2- التبرع بالملابس الزائدة عن الحاجة ثلاثة اهداء القصص الى الاصدقاء واحد اعادة استخدام المياه في ريحة ديقة المنزل او المدرسة اثنان التبرع بالملابس الزائد عن الحاجة وثلاث اهداء القصص الى الاصدقاء تذكر يا ميز يوم ما حكيت لكم بالدرس لما شرحنا انه لازم يا رابع اذا عندك قصص زيادة ما بدك اياهم يكونوا مرتبين انت قارئ فيهم تعطيهم لزميلك خلي يقرأ فيهم كمان عندك ملابس زيادة ما مجابت لك ملابس كثير وظلت في ملابس زغرة عليك او مثلا ملابس ما بدك اياها خلص بروح بتبرع فيها للناس المحتاجة صح يا رابع الان خلينا ننتقل الى السؤال الرابع ابحث عن الكلمة المفقودة في المربعات الاتية بعد حذف الاحرف التي تشكل الكلمات الاتية مخلفات زراعية مخلفات صناعية مخلفات منزلية بيئة وابدع الان اترك الدفتر وافتح لي على الكتاب يلا امسك القلم ورح نبلش شايفين المربعات اللي امامكم نشطب احرف الكلمات الموجودة من هون في المربع مخلفات حرف الميم ميم هاي شطبناه حرف الخاء شطبناه حرف اللام وحرف الفاء والألف والتاء هاي شطبناه مخلفات زراعية حرف الزين حرف الراء والألف والعين هاي مخلفات زراعية الياء والتاء العين والياء والتاء تمام؟ اذا سلنا شاطبين من هون لهون لعند التاء القاب بدنا نحذف كمان مخلفات صناعية حرف الميم وحرف الخاء وحرف اللام وحرف الفاء والألف والتاء تمام؟ هاي حذفناهم الآن بدنا نحذف صناعية نحذف الصاد والنون والألف نحذفها والعين والياء والتاء هاي حذفناهم الآن بدنا نحذف مخلفات منزلية منحذف الميم والخاء واللام والفاء والألف والتاء هاي مخلفات منزلية منزلية نحذف الميم والنون والزين والنام والياء والتاء بظل بيئة باء ياء والألف المقصورة والتاء وإبداع والباء والدال والألف والعين شو بصطي عندنا كلمات أحرف ما شطبناها التاء والدال والواو والياء والراء طب إيش هذول بشكل اللي هذول الأحرف تد وير تد وير هلا يمكن أنا حليتهم شكل سريع على الفيديو بإمكانك يا مس أنت بالبيت هيك لحالك شوي شوي كمان ترجع تحلهم لحالك هيك تأخذ كلمة كلمة وكل كلمة تشطب من الجدول الموجودة من الشكل اللي أمامك وآخر إش بتشوف إيش بيظل أحرف وبتشكل منهم كلمة تدوير تدوير هيك أنا بكون يا مس حلات أسئلة الدرس بتمنى منك إنك ركزت معي وكتبت الأسئلة بشكل مرتب وواضح والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر